لكن في البداية عايز اتكلم عن نادي الزمالك ومدرب نادي الزمالك ليه؟ لان فيه امور فنية لازم نتكلم فيها بشكل مختلف مع حضراتكم زي برضو ما هنتكلم بعد شوية عن النادي الاهل المدير الفني النادي الزمالك بيعمل امور في الملعب محترمة جدا وانا قلت من اول يوم اللي هيظهر بشكل كويس واللي هيعمل اداء كويس واللي هيحافظ على اداء الكويس لازم نشيد بيه ونتكلم ونتدي له حقه في قط اللبس الراجل ده في قط اللبس بيشتغل كويس جدا الراجل ده عامل حالة جماعية انا هتكلم على ثلاث نقاط في مباراة التلاقع النهاردة فريق التلاقع الاول مع كابتان عبد الحميد بسيوني عامل صفقات كويسة عنده بعض النواقص في الخط الهجومي للامانة يعني اما جون انتو يحصل له مشكلة هو كان عنده قبل كده عمر جمال كان عنده الناصر منسي كان عنده عمر مرع عمر جمال وعمر مرع خط هجومي بالكامل مشي فالله يكون في قون الكابتان عبد الحميد بسيوني المباراة حييجوا مع الوقت ولكن عايز اتكلم كمان عن نادي الزمالك للمدير الفني نادي الزمالك عامل ثلاث حاجات بالنسبة لي كويسة جدا 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 واحد الفريق الكبير لما يفقد الكورة لازم تجيب الكورة بسرعة تاني يعني ايه؟ يعني النهاردة بفقد الكورة بيحصل ميس باس بتلاقي الفريق بينظم نفسه بسرعة ثم في خلال دقيقة بتلاقي جاب الكورة تاني طب بعد ما بيجيب الكورة بيعمل ايه؟ بينقل الكورة لمسة ولمسة ولعبة بيعتمد على الجماعية لما تلعب بجماعية بتحبط المنافس بتضغط هنا فتلاقي في جماعية تدوير اللعبة من يمين للشمال فانت تحبط فده اللي بيلعب عليه المدير الفني النادي الزمالك ومحافظ عليه من السيزون اللي فات محافظ عليه من السيزون اللي فات اللي هو الضغط على الخصم ثم الاعتماد على الجماعية الجميل النهاردة لما لعب يتقلق معاه في أي مركز ويكون على الدكة مثلا ويلعم فيبتدي يبتدي بيه يحافظ له على الثقة في نفسه زي عمر السعيد مثلا المباراة الأولى نزل جاب هدف فهو عايز يحافظ على الثقة فيها اللعب فبيديله يبتدي مباراة النهاردة ويروح جاي اللعب برضو يحرز هدف أكثر من رائع أحسن حاجة بشوفها في نادي الزمالك الجماعية التحرك بدون كورة ليه الفرق بين الفرق الكبيرة والفرق العادية الفرق الكبير بيتصرف جوه الملعب بتصرفات الفرق الكبيرة بمعنى لمركزية والتحرك بدون كورة يعني مجي نتكلم على هدف نادي الزمالك الأول هتلاقي اللي زيزو بيقطع في ظهر ناصف ناحية اللفت وتتكرر أكتر من مرة معناها للمدير الفني قايل في قط اللبس حاجة محفظ طريقة لعب محفظ جملة تتعامل عشان كده في قط اللبس النهاردة لازم نشيد بالراجل ده محافظ في زل الظروف الصعبة المالية وفي زل الأخبار اللي بتطلع سلبية دايما لكن قافل على فرقته في قط اللبس محافظ على فرق نادي الزمالك فنيا مجهز كل اللعيبة البودلة النهاردة البعد الهدف التاني وده جميل برضو من دمن الحاجات النهاردة مهم جدا لما بقى كسبان وفيه أريحية في الفوز أدي العناصر اللي جنبي أدخلها في فورمت المباريات ولما بينزل اللعب ده بقى عايز يلعب تاني فهتحصل المنافسة بالشكل ده تاني أقولها تاني لما معايا مجموعة من اللعيبة بتلعب بشكل أساسي ثم بجيب فوز مستريح النهاردة بروح لاتنين سفر بروح منزل تغييراتي أنزل أخلي اللعيبة تدخل فورمت المباريات ده مهم جدا جدا علشان أحافظ على المجموعة واللعيبة كلها تبقى رجليها في الملعب ما جيش لعيب جاي من البيت ليقتل بدنية مش موجودة فيحصل أمور صعبة جدا جدا النهاردة الجزيري شارك النهاردة مصطفى فتح يبتدى بعد إصابة أوباما قبل المباراة مصطفى من اللعيبة المهمة جدا اسلام جابر محمد عبدالشافي شارك محمد أشرف روق الراجل حاول يدخل الناس كلها أنا عجبني ده ويعجب أي حد على فكرة بالمناسبة فاحنا بنتكلم على جماعية الأداء بنتكلم على الضغط على الخصم الجماعي بنتكلم على الفريق بيتحرك كتلة واحد تلاقي الفريق كله بيهاجم وزيب مساحات قليلة جدا لفرقة التلاع ثم لما بيفقد الكورة بيرجع جماعي ده مين؟ ده شغل مدير فني علشان كده النهاردة قلت لحضراتكم لازم نشيد بالمدير الفني نادي الزمالك مستر كارتيرون ده شغله واضح وده شغل محترم علشان كده نادي الزمالك النهاردة يستحق الفوز بجدارة للامانة غير الاهداف الضائعة غير اللعيبة فيه روح فيه فيه ثقافة الفوز فيه اسرار هو ده اللي احنا بنتكلم عنه فالنادي الزمالك بيحافظ على مستوى الفني لما نتكلم في افريقيا ماشي بشكل كويس بنتكلم استارت الدوري العام مع نادي الزمالك مع المدير الفني محترم جدا مع لعبته واتمنى مجلس الادارة كل واحد يروح لمهامه اقفل على الفريق اكتر اقفل على فرقتك اكتر سيب الفرقة تشتغل وجهة نظري نادي الزمالك ده 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 شغل محترم وعشان اقول كلمة حق برضو اللي المدير الفني ده اتظلم في النادي الاهل صفقات الرجل راح النادي الاهلي بدون صفقات خالص لكن لما يجي نتكلم كان كويس جدا مدير الفني مع ودي دجلة كان كويس جدا مع نادي الزمالك قبل ما يمشي ولما رجع وقدر يجيب معاهم الدوري ففي استقرار فني في نادي الزمالك عجبني زي ما قلتلكو تاني ده مهم جدا الجماعية وتدوير الكورة اتعب الكورة اللعب اللي بيقعد يجري بالكورة بيستهلك وقت عشان كده في المباراة الاولى انت قد نزيزه لان اللعب متميز جدا باص وتحرك باص وتحرك باص وتحرك ده الصح ده كورة الحديثة تروح تاخد في المكان الفاضي اللي مركزية في الاداء اللي انت الفرق تقابلك وفي خطوط كتل دفاعية لازم لنا التحرك بدون كورة هو اللي يفك الكلام ده واللعب على الاجناب ده قلب بيه تدريب قلب بيه كورة عشان كده مرة تانية بقول لكابتن عم حميد مسيوني هارد لك النهاردة والف الف مبروك لنادي الزمالك وجماهير